اهلا بكم مرة تانية في فقرة جديدة مع الدكتور علي عبدالراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي احنا نتكلم معا النهاردة عن تغيير الفصول و ايه تأثيره على النفسية و ايه علاقة الاطفال كمان بتغير الفصول والارتباط الاطفال بقى بقىهم اهلا بك دكتور علي اهلا بك دكتور كل السهل اللي مشاهدين الله يبقى عن رفضة ايه ايه اضطرابات مازاجية او اضطرابات مسلمية بص سيدي منظمة الصحة العالمية وتحديدا الجامعية الامريكية لعلم النفس اعطي تتبع المنظمة بحوثا يعني وليست ادارة يعني فقالوا اني تأثير الفصول والبيئة المحيطة تؤثر على الانسان بشكل ما احنا كنا عارفين ده في علم النفس البيئي ولكن اتضح اني في فصل الخريف وفصل الشتاء درجات الاكتئاب بتزيد طيب وبعد كده وكمان مش بس كده الناس العاديين اللي هما ما عندهمش اكتاب اصلا عندهم الا ايه كمان بيزيد عندهم طب ايه الناتج بايه سب ده كله طبعا احنا عارفين موسم الشتاء وموسم الخريف بيكون تقلبات شوية في الاجواء الشمس متقطع بسبب صحب او ضباب طبعا الدراسات دي معظمها كان في اوروبا وكان في امريكا فعندهم الشمس مش مفيش سطوع اكتر احنا بيوصل لنا الاطراب الموسمي او اسمه الاطراب العاطفي او الاطراب المزاجي ده بيوصل لنا متأخر شوية اشرح التعريف بتاعك انت اللي انت قلت عليه يعني ازاي انا احدد ده كله هو انت دبعا الناس كتير يقول لك بتقول لي يا دكتور انا مش بروح شغلي عادي وبتعامل مع الناس عادي انا مش مكتئب اقول له ده حقيقي من قالك ان الاكتئاب ما يخليكش تروح شغلك لا احنا مجبرين لازم نروح شغله هو حد لا الايام دي شغل طبعا بسبب الظروف الباقية المحيطة بشكل ما ممكن يتحول لدي اه طبعا وممكن يتحول الاكتئاب نفسي الى اكتئاب عقلي وده اصعب واشد واحدة 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 كم الحاجة كلامك معيش الاطعبك عشان بس اقدر نقدر نخل خلينا نفكرني الاكتئاب ده نوعين حاجة اسمه اكتئاب نفسه وحاجة اسمه اكتئاب عقلي نرجع لها بس نوضح للناس ان هو طب ازاي اعرف اقولك ازاي لو انت طلب في الجامعة واحد يصحوك من النوم عشان تروح الجامعة لا ماليش نفس ومكسر وكأنك شاي الجابل فوق كتفك وانت رايح الجامعة ومخنوق وما عندك شي طاقة ولا قدرة انك تعامل مع الناس طب لو انت ست بيت مش طيقة جوزك اي طلبات من جوزك مفيش اي تعامل وفيش اي تواصل معه الربطة الغريبة عداله في البيت مكتئبة شوية حزينة شوية تميلة للعزلة شوية وتميلة للنوم اكتر فنقول ان هما بيعانوا من الطراب اللي هو الموسمي او الاكتئاب الشتوي والمعروف احنا في الشرق الاوسط كلنا بنسميه الاكتئاب الشتوي طيب صاحب الشغل بيروح وهو في الشغل مش مبهج يعني مش طب معادي ما كل الناس بتروح الشغل وهي مش مزاجها مش قد كده وتعبانة ومحطوط عليها لكن هو ما بينتجش بنقصها بحاجة باسمها بنسميها انتاجية العمل في الناس بتروح الشغل قامت داي اول ساعة ساعتين اول ما ياخد القهوة بتاعته كده ويروق ويفوق بيبدأ يشتغل ويستقبل الحياة ويعيش ويبقى يموده حلو جدا لكن ده بعد ساعتين تلاتة اربع ساعات يعد اليوم كله هو بيعد ساعات بس لكن الانتاجية بتاعته قليلة جدا فبنقول لاحظ انك انت مش على وضعك انت اصبت باكتئاب شتوي حاول تتعرض للشمس او تمارس رياضة او تاخد فيتامين من اهمهم فيتامين سي نرجع للنوع اللي قلتلك عليه في الاول اللي هو الفرم بين الاكتئاب النفسي والاكتئاب العقلي الاكتئاب النفسي ده درجة اقل واخف ونقدر نتعامل معاه يعني سهل جدا ان هو يتجوز عادي وقعد في البيت ومش منغلق شوية لكن ما بيحبش الظهور في الاحتفالات والمواسم ايا كان مواسم دينية مواسم اجتماعية منغلق شوية ممكن يروح شغل لكن برضو ما بينتجش طيب اللي عنده اكتئاب عقلي ده بقى منغلق تماما منعزل عن الناس تماما خالص مش عايز يقابل لحد مش عايز يتواصل مع حد عنده انهيار في المناحة الاقتصادية يعني لو كان طالب ما بيحبش يزكر ويروح الامتحان لو كان شغال عايز ينقطع عن العامة لفترات طويلة لو كان زوج او متزوج ما فيش اي تواصل جنسي او تواصل اجتماعي مع الاسرة طيب ايه تاني يميل السهر شديد جدا جدا واحيانا يا اما اكل مفرط يا اما بعد عن الاكل ده بشكل ملحوظ جدا وبعد كده ترودوا بعض الافكار الانتحارية تماما طيب ايه المخاطر اللي انا تقدر نتفداها او ازاي نتفادع مخاطر ان انا اتحول من اكتئاب موسيمي لا اكتئاب دايم او اكتئاب مستمر طيب رقم واحد التواصل الجيد معه اصدقاء ليك كل الناس حاليا بيقول صحابي ومش عارفين ده حلو جدا جدا لكن معنى الصاحب اللي هو لما تنقطع فترة وما يسألش عليك دايما بقول للناس راجع اخر تليفونات ليك من اللي دايما بيتصل بك في الاسبوع شوف اكتر اشخاص بيتصلوا بك على الاسبوع مش علشان شغل ولا علشان مصلحة معينة لا بيتصل بيتضمن عليك اهلا ازايك استاذ سعودي عامل ايه الاخبار بيتصل لشخصك فده اكيد صديق ليك حاول تقرب جدا من اصدقائك تتكلم معهم طبعا صلاة الرحم مهمة جدا جدا انك تتواصل معهم تشوف مين اللي انت سيبهم وراك من صلاة الرحم عماتك خلاتك اخوالك الناس اللي حبيبك القريبين منك تواصل معهم بشكل مستمر وافتح مواضيع خليك دايما مبادر عشان تحمي نفسك من اي درجات اكتئاب لازم تكون مبادر يعني ايه مبادر يعني تبدأ تمارس رياضة تبدأ تأكل اكل صحي تبدأ تبعد زي ما كان بيقول دكتور احمد سعيد من شوية تبعد عن الجونج فود او الاكلات المصلحة او المسبقة الصنع ده سلام طبعا الدهون العليا جدا مسبب اكتئاب عليا جدا احنا برضو في الاضطرابات النفسية والامراضة النفسية برضو التغذية يما بتعالج او بتعمل مشاكل ده الدهون المشبعة بتعمل فعلا اكتئاب وتعمل قلق شديد جدا السكريات رغم ان هالناس بتقول ده منعشة والسوكولاتة حلوة خدعوك فقالوا السوكولاتة اللي هو اللي بنسميه احنا الككاوي البيور اللي هو من غير سكر ده بس لكن لما يدخل عليها سكر ومنكهات ومصنعات تانية وحاجة تانية بيديك سعادة لحظية بسبب جرعة السكر اللي واخدها لكن بعد كده بيدي بقى سرسلية معاك بيبدأ يعمل نوع من القلق يعمل نوع من التوتر القلق ده بيبقى هرمون اللي لم يخني التعبير اسم الكورتزول الهرمون ده بيعمل حاجة زي قلق كده والواحد مش على بعض ومتوتر ومش عارف ايه بعد شوية لما يتراكم الكورتزول ده بيبقى ليه بنك البنك ده بتاعه ده هو اللي بياخد قرض اللي هو الاكتئاب طيب انت هاك قلت لوقتي من الجنك فود سبب من اسباب الاكتئاب ده حقيق لا احنا هنحاولي الحلقة النهاردة على جنك فود طيب هل هي ممكن يكون برضو سبب في تغيير موضي الاطفال واتسابهم بالعدوانية او نوع بيعمل حاجات الجنك فود والدهون ممكن تأثر على موض الطفل ونفسيته ده حقيقي بعيدنا على الاكتئاب يعني بعيدنا على الاكتئاب السلوك السلوك العدوان هو الاطفال غالبا ما بيكونش عندهم درجات اكتئاب عالية زي الكبر ولكن بنشوف حاجة رقم واحد فرطة حركة شديد جدا جدا تشتت انتباه عالي جدا جدا بعد كده صعوبة التعلم ايوة ناس بتقولك يعني لما ابني يأكل من بره الاكلات السريع اللي بره دي ممكن يصاب بتخلف مع تحفظ على اللفظ لكن ده انا بتكلم مش علمي بتكلم بالمعنى العامي اللي يوصل للمشاهد ايوة ده حقيقة لان القدرات الزكائية وقدرات التعلم محتاجة صفاء ذهني والصفاء الذهني بيحتاج نسبة اكسوجين داخلها تشبر دم بالاكسوجين تمام جدا تشبر الدم بالاكسوجين يعني تشبر العقل والخلايا العقلية اللي هي بتساعد عن الاستيعاب والاستماع والتعلم والفهم والزكاء والابداع تكون عالية طيب اللي بيعمل تآكل الاستعاب الدم بالاكسوجين الدهون المشبعة اللي هي موجودة في الأكل الغير صحي بكل أنواعه فده حقيقي بيعمل درجة زكاء منخفضة بلاش الكلمة اللي بقولها التانية بيعمل تشتت انتباه عالي جدا جدا فارطة حركة كتير جدا ودولة أعداء التعلم يعني نقدر نقول أن السلوك الأطفال متأثر بالبيئة المحيطة وبالأكل زي ما زي ما قلنا الجنك فود العدوانية يعني دخلنا في الأطفال ودخلنا في السلوك بقلنا فترة أو كام يوم في حالة منتشرة أول هو طفل المرور تمام حضرك انت شايف أن ده ممكن يكون أسباب إيه عادة أسباب رقم واحد أنا مهلمش على الأب أن سيدنا نوح كان نبي مرسل وابنه ما كانش مؤمن كذلك الأمر زوجات كتير جدا لا مش بس كده ما قدرش يعني بفيش حاجة اسمها التربية مية في المية تمام لدرجة من الدرجات معينة تمام اللي هو بعد تسع سنين الطفل بيبقى هو من نفسه بيختار الفئة والشلة اللي بينضم معها للاسف للاسف في المجتمع المصري بمجتمع الشلل والصحاب ده طبعا ضاغي بشكل كبير جدا وخاصة ان معظم الشلل المستفيدين من الصاحب اللي زي كده اللي هو ممكن يكون عنده ميزة معينة جهة معينة فبيدق هم بيدعموه وهو منصاق للاسف الطفل ده مش قيادة خالص ده هو منصاق وراء أهواء وأغواء أشخاص أثروا عليه ما قدرش يقلوم الأب لكن هلوم الأب في التقصير على المراقبة والمتابعة والمتابعة لأن كل أب انت ملزم لأن الله سبحانه وتعالى عايز قالك ابنك ربيته ازاي وقتك قدته فين كان بياخد قدي من وقتك مش بس كده في أطفال وأصغر من الحالة اللي معانا دي عنده قدرة تمثيلية عالية جدا على الإقناع فاحنا بنقول البيئة المحيطة اللي هي ممثلة في الزملاء والأصدقاء في دايما حكمة بقولها انت حاصل سلوك أصدقائك يعني ايه ده يعني اجمع مجموع السلوك بتاع الأصدقاء بتوعك كده لو انت بصاحب خمسة ستة تمانية شوف سلوكهم المتوسط بتاع السلوك هل هم سلوكهم عدواني سلوكهم الشرس سلوكهم غير أخلاقي انت لو هم خمسة انت السادس بتاعهم لو هم تمانية انت التساب بتاعهم فشوف أصدقائك شكل معانا ازاي بس نقطة من كرامحة لكن ده قلت الطفل من سن تسعة سنين بيبتدي يحدد حياته ده حقيقي ويبتدي يحدد اهتماماته طبعا وبيختياراته وتبقى اختياراته ده حقيقي لذلك لازم يعني دور هنا دور متابعة احنا بكلم بقى عموما بغض النظر عن عن الكيس اللي احنا بكلم او الحالة اللي احنا بنتكلم فيها هو هنا كده دور الاب والام المتابعة وطبقات الاختيارات او توجيه الاختيارات دي بشكل صحيح ده حقيقي متابعة ويكون اب قدوة رقب واحد ويكون شخصية حاسمة يعني يستخدم العقاب العقاب او جهة اكترى جدا الناس بتقول لك الضرب والصحة النفسية فعلا مهما ممكن انا ايس في القضاء كلام تفضل انا شايف انك حاجة غلط فانا الاهتمام طفلي بيها هو شايف انها صح ما هيبقى كده فيه تضاد مبيني وما بينه ايه اللي مفروض ان احنا نعملوا ساعتها يبقى شكل العقاب ما بيكونش بالعقاب اللي هو الثوري والضرب والاهانة بيكون هو واخد مجموعة امتيازات عالية جدا الحالة اللي كانت معنا الكيسة كانت معنا واخد امتيازات انه مع مفتاح عربية وبغير في العربيات براحته بيخرج من العربية دي لعربية دي يخرج ويسهر براحته بيروح اماكن سهر مش مناسبة لسنه ولا طبيعته فيه اصدقاء متفاوتة في العمر وده شكل ده برضه عليه اعلامة استفهام كبيرة جدا ليه فيه تفاوت ما بين الاصدقاء مش كلهم تين ايجر لا فيه ناس اكبر من التين ايجر واكتسب منهم بعض السلوكيات وبعض الكلام ليه ده اعلامة استفهام ومش ده اللي يوجهها لوالد مشان اللي يوجهها ولكن احنا بنشرليها طبعا فاحنا بنقوله نكون شخصية حاسمة شخصية حاسمة يعني مفيش خروج من بعد الساعة تسعة مفيش خروج مفيش عربية عشان انت ماشي معاك رخصة مفيش عربية عشان انت ماشي معاك رخصة الاتزام واحترام القوانين والعادات والتقاليد بقى لازم تحترمها بالعقل بالتفاهم بالسؤال هنا بنسأل تعرض الابن او الحال اللي معانا لكم مرة من التفاهم والاستماع طب بابا ومامته بيسمعوا ولا لا الطفل العدواني اللي زي الحركات معانا دي ساعتها ممكن يكون بابا بيوصيه جدا هو عدواني ولا عنده ميزاية زي ما حالك قلت زيادة فهو استغلها او استغلت بشكل غلط حلو جدا عنده تزاد زيادة تدليل زيادة يؤدي لاما افراط في سلوك انحرافي وانواع ممكن ولا عزب الله مخدرات شكل من اشكال الجنس الخطر او شكل من اشكال العدوانية المطلقة فهو اختر العدوانية المطلقة عشان الشلال اللي معاه صورو له هذا التصور لكن هو كان فيه تدليل اه فيه تدليل فيه دلع ايوه كان فيه تسيب وافراط فيه ان هو اي حاجة عايزها بيعملها مفيش مراقبة مفيش متابعة شخص القضوة غير حاسمة وانا هنا بتكلم القضوة اللي هو ولي الامر يعني غير حاسم معاه قد يكون حاسم بس مش بدرجة ان هو فيه تبادل مفيش تواصل ما بينه مفيش تواصل يعني ايه حاسم معنا ممكن يكون قضوة ونموذج وهوصي وما تعملش وما تعملش خمس دقايق في الاسبوع لكن خمس دايق المفروض مفيش متابعة المتابعة بتكون شكلها عامل ازاي عند الاطفال والمراهقين واللي هو خاصة اللي عنده حاجة بنسميها بلوغ مبكر لان البلوغ المبكر بيقترب معاه العدوانية بقى جايين الاتنين مع بعض بلوغ مبكر عدوانية ورهقة سلبية لازم التلاتة هيجوا مع بعض يوم كده كومبو شكل كده مع بعض يوم كده بيئة مدللة ومدلعة مفرطة مفيش قضوة مفيش شخص حاسم فكل يدي معانا نفس المنتج ده الاب والام والام ايه الدول اللي عليهم ان هما لازم يسمعوه لازم يسمعوه حتى لو بيعبر بتعابير كويسة وخليوه يتكلم باريحية جدا وما فيش معاه عواقب او ما ينفعش منتكلمش اللغة دي لأ خليه علشان تعرف هو بيتكلم معاه عارف انت هتحدث معي حتى افهمك او اراك حتى اراك او بالضبط الكلام اللي بيقوله ابنك واتسيبه ياخد راحته جدا جدا في الكلام هتعرف هو جاب المحصلة الكلمية والمحصلة السلوكية اللي عنده دي جميل فين وممكن يعمل ايه واراك فده امر مهم جدا يعني تمتبعا بعيدا عن الميزات الموجودة للطفل وان هي بتأثر على سلوكه لو الطفل ازاي اعرف انه هو عنده طراب سلوكي بعيدا عن الميزاتي الطفل عادي خالص هل ممكن يكون عنده طراب سلوك الحضوية انه ممكن يكون في حالات فيها طراب سلوكي انا اعرف ازاي ده طيب طراب سلوكي يعش الناس بس تبقى معانا اما يكون عدواني شديد جدا اما يكون فرط الحركة اما يكون انطوائي بشكل مفرط وفيه كوالس بيعملها هل ده مرتبط بالبيئة يعني شرط يبقى فيه عنده خلل في السلوك مرتبط بالبيئة بتاعته البيئة بتاعته دي هو اللي بيختارها يعني ممكن يكون البيئة مثالية جدا لكن هو اللي بيختار السلوك لاني دايما انا مينفعش لا تذر وزارته وزارة اخرى فممكن يكون الاب كويس جدا وبيتد منعك تربوي لكن الطفل اللي بيختار هذا السلوك ساعتها برضو بنراجع لمنظومة تربوية البيئة نفسها أيوة وهنا نقصد بالبيئة نحدد بس البيئة البيئة التربوية الأسرية اللي هو الاب والأم والخال والعم والأصدقاء دوله قد يكون هو عمه أو خاله عدواني قد يكون عمه أو خاله هو اللي مدد له الجرأة دي تمام فاهمني مش الاب يعني قد يكون أحد الأقران اللي هو مدي له الجرأة دي وانه هو شايف ماخدش بابان نموزى او قضوة خد خاله او عمه فده بيعمل اضطراب مسلك أو اضطراب سلوكي عند الناس اللي عارفها طيب الأصدقاء مين هم الأصدقاء وشكل الأصدقاء قد يكون الأصدقاء هم اللي مدينوا هذه الجرأة طبعا الجرأة في منها سلبية وفي منها إجابية أي شيء يا جماعة بزيد عن حده بينقلب للضد التسيب والإهمال وعدم الحسم وعدم وجود فهم تربوي ده الأبوين بيؤدي إلى مشاكل دائما أحنا بنقول زينا بنت بتتابع مع دكتور أسنان بتتابع مع دكتور بطنة بتتابع مع دكتور معين بتتابع مع حد يكون فاهم نفسية خاصة وإنت مقبل على الزواج هل أنا مؤهل للجواز طب مش بس كده هل أنا أفهم في شخصية التربية هل أنا عندي فكرة تربية هل أنا قررت كتاب للتربية لو سألت أي واحد عام يعني دلوقتي طبعا ما احترمنا لأستاذ المشارين يعني إيه تربية هقول لكم أنا يعني إيه تربية تربية يعني يكون فيه منهج تربوي أنت ماشي عليه قدوة والقدوة دي لازم تكون أنت كأب أولا لازم تكون شخصية حاسمة لازم تسمع لابنك جدا جدا تسمع له أكتر ما أنت تتكلم أو تنصحه ساعتها تبقى عملت بقدر الإمكان ما نسميه المنظومة التربوية هنا تبقى حقيقة بيئة مثلية الحتة المهمة هو ليه مثلا بيقلد أصدقائه أو ليه بيقلد عمه أو ليه بيقلد خاله أو ليه بيقلد سيد أوصاد أو أي نموذج سلبي من البيئة المحيطة علشان لم يجد الصورة النموذجية الكاملة يدر الأبوين فلازم نراجع نفسنا طيب في 30 ثانية كده طفل العدواني بعد 10 سنين بيكون فيه المقال المرضي ده سؤال عبقري صراحة في 30 ثانية عشان الوقت بص سيدي فيه اختيارات واللي عيزوا بالله وكلها ما تمنهاش يعني عارف انت ما تمنهاش أقلهم الإدمان تخيل أقلهم أن يكون مدمن سواء مدمن خمر مدمن مادة مخدرة والعياز بالله مدمن أي سلوك انحرافي مدمن لجنس خطير ده شكل واحد بعد كده صورة 2 الإجرام الإجرام بكل صورة يبدأ بالإجرام البسيط الجنح يبدأ بعد كده الإجرام العدواني اللي هو بيكون يتحول فيه إلى شخصية سايكوباتي مضاد للمجتمع بيهيني الناس شايف الناس كلها يهينها ويضربها ويشتمها وده يبقى عدائي جداً للمجتمع ممكن يتطرف يوصل لتطرف إرهابي أو ينضم لجماعة إرهابية أو ممكن يتضم لعصابة فيبقى ده تخيل ده المقال للمرض يأما إدمان خلاص يأما إنحراف إجرامي عالي جداً وشروع في السرقة وقتل وا 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 وإنها وإحنا يعني بنسمع دايماً كل فترة كده بتحصل قصة مشابهة فبنقول يا جماعة أنا مش بلوم اللوم الكامل على الأبوين ولكن لازم نلجع منهك تربية طبعاً هنتنقل للعكس الطفل المرتبط ارتباط شديد جداً بالأبوين أو بأحد الأبوين تمام هل دي حرب رضية؟ طبعاً نسميه الشخصصية الاعتمادية بص هو الطبيعي إن الطفل في سن الأول 6 سنوات يبقى اعتمادي مقبول إنه هو عشان حافظ على بيئته لإنه هو محتاج يأكل يشرب اللي هو الاحتاجات البالوجية الأساسية تمام والحاجة للأمان دي بنسميه الحاجات الأولية بعد 6 سنوات بنمرنه إنه يكون مسئول أحد الحاجات اللي بتمرنه على المسئولية وتحمل نفسه وتحمل ذاته ولا يعتمد على الآخرين لأن الشخصية الاعتمادية شخصية مرضية وأخضر أنواع الشخصيات الشخصية الاعتمدية الشخصية الاعتمدية بيعتمد عليك في كل التفاصيل ألبس تشيرت دا وللأميز دا ألبس دي ولا ملبست دي يعني أكل دي ولا أكل دي ما يعرفش يختار لازم تختار له أدق التفاصيل في حياته ما يعرفش يشتغل بيعتمد عليك على التممات كلي ويبقى نوع يعني لا يضاق حتى إحنا في العملية العلاجية بيبقى صعب معانا لأنه عايز أعتمد عليك أروح ما أروحش أجي ما أجيش فمحتاج دايما بالزق فهذه مشكلة طيب المعتمد دا احنا بنعمل دايما بقول أيا كان سنو دلوقتي يحاول في قراراته الحاجات البسيطة زي اللبس زي الخروجات الأمنة أنا عارف النادي كويس عارف أصدقاء أو أهل أصدقاء كويسين ساعتها خليه هو اللي يختار ويندمج معهم أن يختار لبسه بشكل معين ما فيش مشكلة خالص يختار نوعية القراءة والأفلام اللي هو يشوفها خليه هو اللي يختار فده أفضل طريقة للي أنه لو كبر هيبقى مشكلة كبيرة جدا أنا مشارع في الجوز مشارع في عيش مشارع في التدليل الزايد ممكن يكون يعني أو أو يوصلنا لشخصيات المدية أه طبعا حاجات اللي أن يكون شخصيات المدية دي مدلل من أحد الأبوين أحد الأبوين موفر له حماية زايدة وخاصة تعرف تبدأ من فين التدليل أو السلوك العدواني لم بابا أو مامته رجع مقدم من المدرسة في ثانية ثالثة ابتدائي المس أو المدرسة هو ما يعرفش أنا مني مين ومش عارفة أنت تروح للمدير وتقول له أنا زايد فدي جماعة مشكلة المدارس أو الحاجات بيحصل فيها سيبه يختلط سيبه يختلط كويس جدا عشان يكون شخص مسؤول نشكر دكتور علي عبدالراضي على وجوده معنا ونتمنى أن تكونوا استفدتم من فقراتنا النهاردة وحلقة البيت الكبير نشكركم وعلى وعد إن شاء الله نحن نتقابل شكرا للمشاهدة